أعلنت الدكتورة هند عبد الله مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغزية عن إجراء بحث حول استخدام أشعة جاما لحفظ وقاية الغذاء الذي سيتم تغزينه أو شحنه للتصدير لفترات طويلة تتراوح ما بين الشهرين أو أكثر وأوضحت وزارة الزراعة أن البحث والذي يعد إنجازا علميا جديدا يهدف لتصبيط فطريات ينتج من خلالها أخطر السموم الفطرية والتي تعتبر من أهم مسببات السرطان للإنسان وبخاصة سرطان الكبد والكلية وبالإضافة إلى تصبيطها للجهاز المناعي فضلا عن كونها سببا في حدوث طفرة وراثية وتشوهات خلقية